السلام عليكم اهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أعنمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون قدم الله على قلوبهم وعلى سبعهم وعلى أبصارهم عشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخالعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضهم وما لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لكم الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويهدهم في طغيانهم يعمقون أولئك الذين اشتعوا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثالهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات لا يبصرون صموا بقم عمي فهم لا يرجعون أو كصيف من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصاقعهم في آذانهم من الصواعد حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كل ما أضاء لهم مشوكي وإذا أظلم عليهم قالوا ولو شاء الله لذهب لسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خرقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض خراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء الماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنتادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في عيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعبروا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمعة الرزق قالوا هذا الذي رزقها من قبل وأتوا بهم تشابها ولهم فيها أسواج متحثرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلموا أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون رهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسماءهم فلما أنبأهم بأسماءهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيف السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكفر كان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكم أنت وزودك الجنة وكنا منها عرضا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخر يوما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعندي أوف بعنبكم وإياي يفربون وأمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي فمنا قليلا وإياي فتكون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتنون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه يراجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا ترزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عنل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسرونكم سوء العذاب يذبحون أبلاءكم واستخيون لساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا لكم البحر فأنجيناكم ورقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم غالبون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنسلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما عزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم عغدا ودخلوا الباب سجلا وقلوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا كولا غيرا الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا ضرب بعصاك الحجع فانفجعت منه اثنى عشرة عينا قد علم كل أناس ما شربه قلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض موسدين وإذ قلتم يا موسى بل نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرجنا مما تنبت الأرض من بقلها من بقلها وقفائها وفمها وعدسها وبصرها قال لتستبدلون الذي هو أدنى في الذي هو خير إذ بضمصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله وقتلون النبيين بغير الحق ذلك لما أصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا هم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطرق خذوا ما آتيناكم بالغوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا حر الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كنوا قردة خاسرين فجعلناها نكالا لما بين عليها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال النساء لهم إن الله يقولكم أن تذبحوا بطرة قالوا أتتخذنا غزم قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال دع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بطرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قال دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بطرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البطرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمكتدون قال إنه يقول إنها بطرة لا تلول تثير الأرض ولا تسر الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن لد بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلوا اطرقوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قصوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقه فيخرج منه الماء وإن منها لما يهدت من خشية الله ومضاه بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أفركان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون وإذا لهم الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خل بعضهم إلى بعض قالوا أتحكث لهم بما فتح الله عليكم ليحاجتكم به عند ربكما فلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون منهم غميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا ظنون فويل للذين لا يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتر به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا ومتقولون على الضعي ما لا تعلمون بلى ما كسب سيئة وأحاطت فيه خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وللكربى واليتام والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرؤون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفقون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم طرنتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم مسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا فزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ومضمق بغافل عما تعمدون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنه العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم القينات وأيناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قربنا غلف بل لعنهم الله بغفرهم فقال لما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباله فباعوا بغضب على غضبهم وللكافرين عذاب مبين وإذا قيل لهم آمنوا لما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفانا فوقكم طورا خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعا قالوا سمعنا وعصينا واشرقوا في قلوبهم العجل لكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت تكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر الحسنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين هذه وهدى وهشرى للمؤمنين من كان عدوا لله ومهائكته ورسله وجبريل عميكان فإن الله عدو للكافرين ونقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذهم فريق منهم بذ أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فها تنفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولا قد علموا لمن اشتراهما له في الآخرة من خلاق ولبس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا آهنا وقولوا فرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما لنسف من آية أو ننسها لتبخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله لكم وله السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لويردوا لكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفروا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان بودا أو نصارى تلك أماليهم كلها تبرها لكم إن كنتم صادقين فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجروا عند ربه ولا خوفنا ليه ولا هم يحزنون فقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في فعابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدريا فزن ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشتق والمغرب فعينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل لهما في السماوات والأرض كل له قانتون بذيع السماوات والأرض إذا قضى أمرا فإنما يقول لهم فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأذينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قلمين الأعيات لقوم يوطنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن تضع عنك اليهد ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن خد الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ولي ولا نصير الذين آذيناهم الكتاب ينذروا حق تداوته أولئك يؤمنون به ومن قربه فأولئك هم الخاصرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي نعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا ترزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ بتنا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنهم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركاع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهدهم من الثمرات من آمل منهم بالله واليوم الآخر قال ما كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواق الرحيم ربنا وضع فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عنه من ذي إبراهيم إلا من سفح نفسك ولقد اشطفيناه في الدنيا وإنه في الآفرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولهم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا قرودا أو نصارا تهتدوا قلب الملة إبراهيم حليفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى شراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسل من من ينقلب على عقبه وإن كانت لك بيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله من ناس رغوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شغرا لنسجد الحرام وحيث لا كنتم فولي وجهكم شغرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافر عن ما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما اتبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلتك ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبلاءهم وإن فريقا منهم لا أكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تقولن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافر عن ما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تحتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلو أن نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون اشتركوا في القناة شكرا